بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لقرحة المعيدة أسباب كثيرة منها تناول المنبهات بكثرة والطعام الحار والعصوبية الشديدة وكذلك تناول بعض الأدوية الفترات طويلة التي تؤثر بالسلب في صحتك لذلك فمن الضروري ملاحظة بعض الأعراض التي قد تكون علامة من علامات الإصابة بهذا المرض أولا آلام البطن وجود ألم في البطن من العلامات التي قد يكون مؤشرا لإصابتك بقرحة المعيدة خاصة إذا كان يتزامن مع الوجبات أو بين كل وجبة وأخرى وقد يتسبب الألم في استيقاظك من النوم وتشعر به بوضوح أعلى البطن ثانيا القيء القيء في بعض الحالات مؤشر لإصابتك بقرحة المعيدة إذ تلازم مع بعض العلامات الأخرى مثل آلام المعيدة حيث تسبب القرحة انسدادا في المعيدة وهو ما يصعب تمرير الغذاء بسهولة ويؤدي إلى القيء ثالثا وجود دم في القيء أو البراز تسبب القرحة نزيفا في الجهاز الهضمي الذي يخرج عند التقيق أو مع البراز لذلك فإن مريض القرحة أكثر عرض للإصابة بمرض الأنيمية رابعا البراز الذاكن النزيف الناتج عن التقرحات يتسبب في تغير لون البراز للبني الذاكن الذي يصاحبه ألم حاد في أعلى المعيدة خامسا فقدان الوزن قرحة المعيدة تتسبب في فقدان الشهية وهو ما يتسبب في فقدان الوزن سادسا الشعور بتآكل المعيدة يشعر المريض بتآكل وهو إحساس ناتج عن الجوع الشديد أو سوء الهضم ويستمر هذا الألم لمدة 30 دقيقة تتمركز عن منطقة على البطن أو أسفل عظمة الثدي إلا أن آلام البطن والمعيدة ليست السبب الرئيسي لقرحة المعيدة فقد تكون علامة للإصابة بأمراض أخرى شكرا للمشاهدة لا تنسى بعمل لايك والاشتراك بالقناة شكرا للمشاهدة